بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين ومتابعين الكرام مهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة الأفاضل المتواصلين مع حضراتكم مع تواصل أشواطنا في هذا اليوم ومع هذا السن سن التناية وفئة البكار لأشواطنا المفتوحة وهذا هو شوطنا الثالث ينطلق ويسير ونتعرف إياكم على هذه النخبة المشاركة معنا في هذا الشوط وهذه الأسماء البداية والمقدمة هنا مع الحذرة الحذرة من تحتل المركز الأول لهجن الشيحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم ألوهيبي من يقودها في التضمير نتابع وإياكم المركز الثاني من الجانب الأيمن الدخول منها الدارة تعود ملكيتها الدارة لهجن الشيحانية وتضميرها الدارة مع محمد بن خالد العطية الدور والنقلة عند المركز الثالث من غيرت إلى المركز الأول السيلية تعود ملكيتها لهجن الشيحانية تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري نتابع المركز الرابع التي غيرت واحتلت المركز الثالث من الجانب الأيمن هذه هي الصيادة تعود ملكيتها لهجن الشيحانية تضميرها وقيادتها مع سلطان بن محمد بن سالم ألوهيبي نتابع وإياكم المركز الرابع رابعا أو المركز الخامس من غيرت إلى المركز الرابع هنا الدخول والتسل المشاهدين ومتابعين الكرام على المركز الرابع الحذرة لهجن الشيحانية تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الويبي يوم المركز الخامس فوصلت شرف شرف من تحتل المركز الخامس لهجن الشيحانية وتضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري هذه نتيجتنا مشاهدين ومتابعين الكرام ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة والقيادة يا السلام الله هنا القيادة والمقدمة ومشاهدين الكرام مع صيادة 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 تصداد المقدمة ونهني هجن الشيحانية على فوز الجازي وتحقيقها بأول المراكز بأول الأشوار كما نهني مضمرها سلطان الوهيبي وكذلك أتى رياض وانتزع أول أشواط الثناء القدان ونهني هجن الشيحانية كما نهني مضمر رياض سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يأتي بصيادة في هذا الشوط في هذا الشوط كذلك يأتي بصيادة ولكن الدخول الملحوظ والملموس من السيلية السيلية قيرت وانتقلت بدورها في هذه اللحظات إلى المركز الأول مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري وملكيتها لهجن الشيحانية يا سلام يا سلام هذه السيلية وجماهير السيلية يتابعونها ويراقبونها وأيضا ويؤازرونها في هذا الشوط نتابع صيادة على المركز الثاني صيادة لهجن الشيحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وهنا على المركز الثالث القدوم من الحذرة هنا لهجن الشيحانية سلطان بن محمد الوهيبي يقودها في التضمير نتابع وإياكم المركز الرابع تصل وتتسلل هنا هدارة لهجن الشيحانية بقيادة المشاقب محمد بن خالد العطية نتابع نتابع المركز الخامس والقدوم والوصول القدوم والوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام خود تعود ملكية خود لهجن الشيحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ولكن دخوله من الجانب الأيمن من تذكار تذكار لهجن الشيحانية كذلك القيادة مع سلطان الوهيبي هذه نتيجتنا هذه النتيجة السيلية جرة الشوط جر يا جماعة نعود نعود إلى السيلية وقيادة السيلية في هذا الشوط مع الذهبي سالم بن جابر بن فران المري ولكن ملكيتها بهذا الشعار المميز المعروف شعار هجن الشيحانية يا سلام اثنين كيلو متر على خط النهاية والقيادة مع السيلية القيادة والمقدمة مع السيلية السيلية يا سلام تفتتح الكيلوين الأخيرة هذه السيلية لهجن الشيحانية وتضميرها مع سالم بن جابر بن فران المري وهنا على المركز الثاني تصل وتتسل صيادة صيادة تريد أن تصطاد المركز الأول وانابوسي هذا الشوط لهجن الشيحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم بن وهيبي وهنا على المركز الثالث تتقدمها الدارة لهجن الشيحانية مع محمد بن خالد العطية وعلى المركز الرابع الحذرة تصل وتحتل المركز الرافع لهجن الشحانية وقيادتها مع سلطان الوهيبي وعلى المركز الخامس وصلت تذكار تذكار تتسلل وتحتل المركز الخامس تذكار 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 لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ولكن نعود وإياكم نعود إلى السيلية يا سلام السيلية السيلية يا سلام السيلية تحتل المركز الأول وتقود هذه الجموع غيادة حكيمة وقيادة مميزة 1200 متر على خط النهاية والقيادة لازالت القيادة لازالت مع السيلية يا سلام صيادة تتحرك على المركز الثاني السيلية على المركز الأول لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري والكيلو الأخير كيلو متر أخير صيادة 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 تتسلل تتسلل المشاهدين الكرام الصيادة يا سلام يا سلام لهجن الشحانية بقيادة الوهيبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يا سلام يا سلام تنحكر المنافسة بين هذين الثنتين بين هذين الثنتين يا سلام الله صيادة 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 تريد ان تصطاد ناموس هذا الشوط كما صادها الوهيبي في الأشواط الماضيين في الشوطين الماضيين ولكن هنا المحاولة هنا من السيلية السيلية هنا وبقيادة الذهبي صيادة صيادة مع المركز الأول لهجن الشيحانية يا سلام وهنا السيلية لهجن الشيحانية ولكن نعود لصيادة اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة وبدون أي تعليمات هذه الثنتين بدون أي أوامر ترقص على أرضية الميدان الكل يراقب الموقف ولكن تهانين من هذا المكان ومن هذا الموقع لهجن الشيحانية نهني هجن الشيحانية ولكن ما ندري لمن هل هو مع صيادة أو للسيلية يا سلام تهانين تهانين والناموس مشاهدينا ومتابعين الكرام لهجن الشيحانية على فص صيادة بالمركز الأول والمركز الثاني وصلت السيلية لهجن الشيحانية المركز الثالث هدارة لهجن الشيحانية المركز الرابع دومة لهجن الشيحانية المركز الخامس تصل خود على المركز الخامس هذه نتيجاتنا مشاهدين ومتابعين للكرام نعود وإياكم بعد أن نهني هجن الشيحانية وللمرة الثالثة نهني مضمر الجازي ونهني مضمر رياض ونهني مضمر صيادة سلطان بن محمد بن سالم الهيبي هذه صيادة مشاهدين ومتابعين للكرام بعد استيادها لنبوس هذا الشوط واحتلالها للمركز الأول قطعت المسافر في ثمان دقائق ثلاث ثواني ثلاث وستين جزءا من الثانية هذا هو توقيت صيادة وصاحبة أفضل توقيت بدون أي تعليمات للمعلومة نعم هي من حطمت التوقيت الزمني نهني هجن الشيحانية كما نهني مضمر صيادة سلطان بن محمد بن سالم الهيبي المركز الثاني وصلت السيلية ثمان دقائق أربع ثواني واحد وثلاثين جزءا من الثانية كذلك السيلية بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر قطعت هذه المسافر بهذا التوقيت المبيز نهني هجن الشيحانية كما نهني مضمر السيلية سالم بن جابر بن فاران المري المركز الثالث وصلت هدارة قطعت المسافر في ثمان دقائق سبع ثواني خمس وثلاثين جزءا من الثانية تهانين والنموس لهجن الشيحانية على فوز هدارة بالمركز الثالث كما نهني مضمرها محمد بن سالم